أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائنا المستمعين نبعث إليكم أجمل التحيات من الأمانة العامة لمجلس الشورى ويسعدنا أن نطلعكم على الموضوعات التي سيبحثها المجلس خلال الجلسة السادسة عشر في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى صباح اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ويبحث المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 بسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم وبينت اللجنة في تقريرها والذي انتهت فيه إلى عدم الموافقة على مشروع القانون أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية صدر المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ونصف المادة الرابعة منه على أن يلغى القانون المماثل الصادر في العام 2009 وبالتالي انتفت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون المعروض وأصبح لا حاجة إليه في ظل صدور المرسوم بقانون للعام 2018 الذي تولى الأحكام المنظمة لتقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا معكم إلى ختام الرسالة الإسبوعية لمجلس الشورى وتسرنا دعوتكم لمتابعة البث المباشر لمجريات جلسة اليوم عبر قناة المجلس على اليوتيوب بحرين شورى كونسل أو عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام على الحساب شورى بحرين وفي الختام تقبلوا تحيات الأمانة العامة لمجلس الشورى وتحيات محدثتكم وفاء الذوادي من قسم الإعلام والتواصل بالمجلس ودمتم في رعاية الله